موسيقى التاسع عشر من شباط فبراير 2019 أهلا بكم مشاهدين إلى المشهدية وفي مشاهدها لهذه الليلة ناعش انتهى إلى أين يذهب مقاتلوه ومن يهربهم من سوريا وزير النازحين اللبناني في سوريا هل بيروت ودمشق على خط التنصيق لعودة النازحين ورغم الحرب ومأسيها السينما السورية تحصد الجوائز والتقدير وإمبراطورية مارك زوكربرغ فيسبوك سيدمش واتساب وماسنجر وإنستغرام في تطبيق واحد الإرهاب يتموضع ولا يضمحل عندما بشرنا أبو بكر البغداد بخلافته سعق العالم بالدولة الجديدة وإن إخوانكم المجاهدين قد من الله تبارك وتعالى عليهم بنصر وفتح ومكن لهم بعد سنين طويلة من الجهاد والصبر ومجالدة أعداء الله ووفقهم ومكنهم لتحقيق غايتهم فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام في ذلك الوقت كان كل شيء ضببيا أسود من أعمال القتل الوحشية إلى إحراق الأحياء إلى اكتساح أراضي شاسعة وحقول نفطية ولكن بعد تحرير الموصل بدأت خلافة التنظيم تتداعى محور المقاومة الذي أدار العمليات العسكرية على الأرض في العراق كان رأس حربة القضاء على التنظيم لكن التحالف الدولي للقضاء على داعش نسب هذا الانتصار إلى نفسه وهو اليوم يضرب موعدا تل والآخر يبشرنا فيه بإعلان القضاء على داعش نهائيا ومن ثم يتراجع كما أنه لا شيء يضاهي تفاخر دونالد ترامب الرئيس الأمريكي هذا التفاخر يكرره في كل مناسبة بإنجاز إدارته السمينة حرر الجيش الأمريكي وشركاءنا في التحالف وقوات سوريا الديمقراطية كل الأراضي التي كانت تحت سيطرة داعش في سوريا والعراق إنما بعد محلال التنظيم في سوريا إلى أين سيتوجه مقاتلوه ترامب طالب فرنسا وبريطانيا وألمانيا في تغريدة له منذ أيام باسترجاع جهاديها إلى ديارها وبمحاكمتهم في المقابل مركز مكافحة الإرهاب الروسي كشف عن وصول دواعش إلى أفغانستان ومنذ أيام ومنذ أيام عفوا أبدت فعاليات في محافظة الأنبار تخوفها من عودة إرهابي داعش إلى تلك المحافظة أما مستشارة الرئيس السوري بثين شعبان فأكدت أن أمريكا تمنع القضاء على داعش لإطالة أمد الأسمع لا وجود لإرهاب منفلت من عقاله أو وليد الصدفة بل هو مخطط له وممول تاريخيا من قبل دول تدعي محاربته الولايات المتحدة تدعم الإرهاب في سوريا ولا تريد التحاول مع الدولة السورية وفي الوقت نفسه هم جاهزون لاستقبال قادة الإرهابيين من جهة ثانية فإن الغرب يشن حملة إعلامية ضد بلادنا والمطالعة الأهم كانت اليوم لنائب وزير الخارجية روسي مخايل بوغدانوف الذي أعلن أن مقاتلي داعش تمركز في ليبيا وأفغانستان أمام هذه المشهدية نحن سنترح أسئلة ثلاثة أولا إلى أين يذهب مقاتل داعش بعد الهزيمة الكاملة في سوريا ثانيا من سيسهل هذا الهروب أما السؤال الأخير كيف وأين سيوظف إرهابهم في المستقبل نجيب على هذه الأسئلة مشاهدين مع ضيف المشهد الساخن لهذه الليلة السفير الروسي في لبنان أليكزندر زاسبكين أهلا بك سعد السفير في المشهدية في استوديو المشهدية أهلا بك نريد أن نسألك بداية عن من يهرب داعش إلى خارج سوريا هل التحالف الدولي يقوم بذلك لدي تحليل وليس المعلومات نحن لا يوجد نقص بتصريحات رسمية فخلال الأجهر لدينا شكوك بالنسبة للتصرفات الأمريكية مثلا من ناحية تخطية للإرهابيين والتدريب وإلى آخره بالأراضي السورية الآن ما هو الجديد والحديث بالتحديث عن الانتقال أو تسرب أو ترحيل إلى العراق وأفغانستان فعلاوة على كل التصريحات أنا أريد أن أركز الاهتمام على التصريح لمدير مركز المكافة الإرهاب تابع لرابط الدول المستقلة يعني هذا روسيا وبيلاروسيا والكوكاز الأزرباجان وأرمينيا وأسيا الوسطى كل الجمهورية التي حدثتها السابق وصار في اجتماع وتصريح أنه خطر هناك بأفغانستان فعلا كمنطقة لتوزيع الإرهابيين معناته بجولة هناك الأماكن مؤهلة لإيلون في أماكن الطالبان يعني بالانتظار بعضين رحيل إلى المناطق الأخرى ونحن لا نعرف إلى أين سعد سفير يعني تقصد أن يعودوا وينضموا إلى طالبان مثلا أن يعاد إنتاج إرهاب جديد في تلك الأبيض ما فيش أحد يعرف بالزبط قد يكون هناك الخبراء في هذا المجال هم يعرفون ولكن الوجود الإرهابيين في أفغانستان هذا خطر للجميع جغرافيا هناك قريب الجمهوريات أسيا الوسطى أسبكستان، تجيكستان، كيغستان، تركمنستان، كازاخستان هذا جغرافيا قريب الشمال الكوكاز أيضا القريب ولكن اليوم إرهاب لا يعرف الخدوط هناك الأهداف ممكن يكون فلذلك أنا أعتقد أنه لا يوجد أحد بالدنيا الذي يمكن أن يقول أنه في جزيرة آمنة وأنا لا يخاف لذلك تقولون أنكم تتخوفون من كما قال اليوم سيد بوكدانوف أن هناك خطر على معاهدة الأمن الجماعي أو المنظمة التي تشكل معاهدة الأمن الجماعي والدول التي تنضم إليها والتي ذكرتها قبل قليل بطبيعة الحال أنه هذا خطر أسبح خطر حسب العقيدة وحسب التصرف والمشروع هذا أسبح خطر للجميع ونحن لا نعرف هناك التوجه إلى الأوروبا أو كوكاز أو أسل الوسطى وحتى أمريكا لا أحد يعرف ذلك وما هي الأسليب هل هذا العمليات إرهابية منفردة أو تفجير الوضع في منطقة معينة هذا سابق لأوانه أن نتحدث ولكن فقط هناك الهدف للحديث عن كل ذلك أنه ندعو إلى تعاون الدولي ومطروح ساري المفعول الاكتراح لرئيس بوتين منذ عدة سنوات لتشكيل التحالف الدولي الشامل لمكافة الإرهاب وهذه هي النقطة الأساسية اليوم أخذنا في الاعتبار فعلا أنه سوريا تدخل مرحلة جديدة فهناك الهدف تصفية الإرهاب بالأراضي سوريا مطروح وإن شاء الله يكون الإنجاز فانتقال إلى مرحلة أخرى هذا يفتح المجال لإهتمالات عديدة وهنا يجب يكون هناك تعاون فالسؤال هل الجانب الآخر أنا أقصد أمريكان وحلفائهم هل هم مستعدون بهذا التعامل؟ اليوم مستشارة الرئيس السوري تقول بأن الأمريكيين لا يريدون حتى القضاء على داعش بشكل نهائي لأنهم يريدون إطالة أزمة في سوريا هل توافق على هذه الرؤية؟ مزبوط فلذلك نحن نقول مثلا بهذا التصريح بالمركز مكافة الإرهاب نحن نقف موقفا مسؤولا وندعو الجميع وننبه الجميع أن هذا هو الخطر الأساسي ولمكافة هذا الخطر يجب تغيير المواقف للأطراف الأساسية المعنية هل تعتقد أن أمريكا ستعلن قريبا نهاية داعش في سوريا؟ في شرق سوريا؟ هذا ليس موضوع هناك الدور الأساسي للجيش السوري وحلفاء محور المقاومة والروسية فلذلك أنا حتى لا أريد أن أعلق على هذا الموضوع الدور الأساسي معروف أنا أقصد كأولوية هذا للانتقال الدول الغربية والعربية الخليج وأخرى إلى تغيير المواقف بنسبة للأولويات وبشكل جوهري لأن الطرح موضوع لأنه ضد إيران وضد حزب الله وضد سوريا هذا ليس طريق مصدود فنحن لن نجد المخرج أنت ترى أن الحل يجب أن يكون شاملا أكثر بس أنا أريد أن أسألك عن نقطة أيضا مهمة بأنك تحدث عن دول أوروبية ترامب والأمريكيين يطالبون الأوروبيين بعودة أو بعادة استقبال هؤلاء الإرهابيين ومحاكمتهم والدول الأوروبية لم تبدي أي تجاوب مع هذا الطلب لماذا؟ هذا لدينا موقف رسمي لدينا موقف رسمي من هذا أنه إذا صار فيه هاي الموضوع الـ 800 مقاتل في السجن هناك فالمصغير لهؤلاء وين سيكونون هذا يجب عبر الاتصال التواصل فلذلك نقول أن تعاون فعلى الأقل نحن نقول إذا كان الجانب الأمريكي يعلن ذلك ويريدوا تسليم هؤلاء إلى بلد معين فيجب على الأقل نعرف أسماء والمواطنين لأي بلد وماذا هو المقصود بصورة ملموسة كم يجب حجم الارهابيين الذين ينتمون الاتحاد الروسي أو الدول في الاتحاد الروسي المازالوا موجودين في سوريا لديكم معلومات؟ أنا لا أملك هذه المعلومات وحتى لا أختم بذلك لأن الخبراء هم يعرفون أخصا مني الشيء الذي أريد أن أقول نحن غير لسنا خائفين من ذلك نحن نحارب نكافر الإرهاب خلال عشرات سنين فلذلك هذه الأهداف المستقبل بنسبة لنا هذا شيء مخصوم فهناك يجب أن يكون هذا الموضوع الإرهابي في مركز الاهتمام للمجتمع الدولي سعد السفير اليوم الأمريكيين قالوا بأنهم اتفقوا مع الحكومة العراقية على طريقة الانسحاب من سوريا ما هي معلوماتكم بهذا الإطار؟ عندما نتحدث عن انسحاب الأمريكي من سوريا أنتم ما هي المعلومات لديكم؟ كيف سيتم هذا الأمر؟ هل فعلا حصل التنصيق مع الحكومة العراقية؟ سيذهب الأمريكيون ليتمركزوا في العراق؟ حتى هذه الأغزة ما فيش هناك المعلومات أكيدة حول هذا البرنامج أو الخطة الأمريكية وهذا نحن ننتظر الخطوات الأمريكية في سوريا لا تملك معلومات؟ لست أنا الصانع لمعلومات بنسبة إلينا نحن نريد نحن نريد ترتيب الأمور في حالة انسحاب الأمريكي هذا هو اللي يتعلق بروسيا إذا فيه سؤال بالنسبة للتصرف الروسي أنا أقول حسب البيان قمة أستانا قمة سلسية يقول أن نقيم إيجابيا إذا حدث الانسحاب الأمريكي وعلينا أن نرتب الأمور في هذه المنطقة كيف سيتم ترتيب الأمور؟ الأمريكيون يرفضون أن يكون هناك عودة للدولة السورية إلى المناطق الكردية هذا تصرف غريب غريب هذا تصرف غريب ما عندهم قدرات لأنهم ينصحبون كما أعلنوا إذا كانوا يريدون المماطلة أو شيء هذا غيره ولكن حسب التصريحاتهم والإعلان الرسمي فالانسحاب فما يبقى هناك هذه القوى المحلية وبدرجة أولى نتعاون مع سلطات السورية الرسمية والهدف الأساسي إعادة السيادة السورية بكل الأراضي السورية وصولا إلى الحدود وترتيب الأمور ما بين أهالي البلد أما إذا كان هناك مخاوف التركية وإلى آخره فهناك يجب لجوء إلى الاتفاقات السابقة الموجودة سعد السفير في هذا الموضوع موضوع القوى المحلية الموجودة في الشرق السوري تحديدا الكرد كيف هو التواصل معهم قصد تقول بأنه ليس هناك أي اتفاق مع الدولة السورية بأن تعود إلى المناطق أو أن يكون هناك إعادة ربما تعاون معها طيب بعد سنوات النزاع لابد من ترتيب الأمور بهدوء وبالعمل البناء بتفاوت الهدف الأساسي هنا عدم تصادم ما بين الأطراف ونحن نلعب دورا البناء في ذلك تتصلون مع الكرد يعني بشكل البناء نحن نتواصل مع جميع الأطراف الموجودة حاليا هناك بدون استثناء بالنسبة للمنطقة الآمنة تركيا مصر على فرض المنطقة الآمنة هناك الموقف المبدئي الروسي كما قلت أنه هناك الوصول الجيش السوري إلى الخدود والاتفاق للتأمين الأمن هناك وفقا تقريبا الذي كان سابقا وهذا المبدأ الأساسي نحن إذا أردنا أن نعود إلى موضوع داعش موضوعنا الأساسي ساعة السفير أنت تقول بأنه لا يمكننا أن نتكهن هل سيتم توظيف داعش في أماكن أخرى ولكن إذا أردنا أن نعرض لتاريخ التنظيمات الإرهابية وتوظيفاتها وإعادة إنتاجها ووجودها في أكثر من منطقة هل تعتقد أنه ربما سيكون هناك إعادة توظيف لداعش أم انتهى دوره تماما الآن بعد الفشل في سوريا بعد الفشل في أفغانستان طبعا خلال السنوات الطويلة كان فيه تطور للعقيدة هذه من المستوى الدولة إلى المستوى المنطقة وربما إلى المستوى العالمي نعم إذا كان هناك استخدام للإرهابيين كوسيلة لضغط على الأطراف الأخرى فهذا سيطول ولكن النفس الذي أخذوا في سوريا الآن على كيد الانتهاء واستكمال المهمة الآن أما خلال المرحلة الكادمة هذا هو السؤال الأساسي أنا لا أرى الإمكانيات كبيرة لديهم للانتعاش مثلا في سوريا هذا مستحيل بس في ليبيا وضعهم جيد في ليبيا مثلا الوضع في ليبيا ربما يعزز وجود الإرهاب هذا يقول حديث حديث أنا لا أريد أن أقول أنه هنا يكون مثل ما أقول أنه هنا مثلا تصير الأعمال الإرهابية فردية هذا لا يوجد الأهمية كبيرة ولكن مؤلم للمجتمع وإذا حصل هذا في أي دولة الأوروبية أو في أمريكا أو في روسيا هذا يكون مؤلم ولكن كان مشروع لإختلال المنطقة كبيرة فأنا أشك في ذلك ولكن يجب أن ننبك فلذلك نحن كلنا أنه بأفغانستان تصير هناك مثل ما يقول حاب هذا المركز لتوزيع إلى كل الأنحاء العالم سعد السفير قبل أن نختم معك موضوعنا التالي سيكون عن مسألة النازحين السوريين من لبنان والبيان الوزاري اللبناني أشاد بالمبادرة الروسية أين أصبحت هذه المبادرة هل من شروطها التنصيق أيضا مع دمشق تطبيق المبادرة الروسية تحتم أن يكون هناك تنصيق مباشر بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية الموقف اللبناني الرسمي كان منذ البداية إيجابي جدا للدعوة الروسية لأعودة النازحين في الوقت الذي فتح مجال لذلك والآن بتشكيل الحكومة الجديدة بالأعمل يبدو أن الاهتمام لهذا الموضوع سوف يزيد وهذا كل المؤشرات على ذلك هناك تواصل مباشر موجود بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية المشكلة المسألة الأساسية قداش يكون هناك السريع إعادة البناء في سوريا فنحن نشتغل يوميا فهذا هو مضمون للمبادرة الروسية يفهمون في بعض الأحيان غلق أنه خطة سياسية أو شيء هذه هي خطة إنسانية اقتصادية ونحن ندعو للمشاركة الجمية بغض النظر عن التطور السياسي شكرا جزيلا لك سعد سفي أليساندر زاسبيكين على مشاركتك معنا في المشهدية لهذه الليلة إلى اللقاء شكرا جزيلا إذن مشاهدين المشهد الساخن انتهى الآن ولكن قبل أن نذهب إلى المشهد التالي المشهد السياسي سنترككم مع بعض المشاهد من سيرلانكا حيث اصطف مئات الأشخاص في شوارع سيرلانكا في كولومبو في العاصمة للاستمتاع بأجواء مهرجان بوذي السنوي وهو لمشاهدة موكب الأفيال المزينة التي تشارك فيه ورفق قرعو الطبول راقصون تقليديون وحملوا شعلات الأفيال خلال موكب باهر يقطع مسافة ثلاثة كيلومترات المهرجان يقام سنويا منذ عقود من الزمن وينطلق من معبد بوذي أحد أبرز الأماكن الدينية في العاصمة ومن مشاهد المهرجانات الدينية المبهجة نعود إلى السياسة إلى المشهد السياسي الآن واليوم سنذهب فيه إلى لبنان حيث لم يهدأ يوما الجدل حول النازحين السوريين في لبنان منذ بداية الأزمة السورية تنوعت الأراء بين الترحيب والرفض إلا أن المؤكد أنه في المرحلة المقبلة سيكون هذا الموضوع على جدول أعمال الحكومة اللبنانية وتحديدا التنصيق مع السورية لإعادتهم إلى أرضهم بعد سلسلة خطوات في هذا الشأن زمينا محمد محسن سيشرح لنا أكثر تلك الأزمة ولكن من باب مختلف نحن نقارب دائما في كل الإعلام تقريبا موضوع النزوح من زاوية المخيمات المنتشرة على الحدود وهذا طبعا أمر واقعي ولا نقاش فيه ولكن هناك جانب إيجابي لهذا النزوح نحن أحببنا أن نصلط الضوء عليه قليلا في المشهد السياسي محمد محسن سيأخذنا إلى مكان نعاين فيه هذه الإيجابية إليك محمد حلوة البرازق الشامية أعتدنا عليها هنا في لبنان هدية يحملها معهم العائدون من زياراتهم الدائمة إلى سوريا اليوم بدنا نرى هذه الحلوة في بيروت كما لو أننا في شوارع دمشق نحن في شارع الحمراء الشارع الأشهر في بيروت وفي أحد المحال التجارية السورية التي افتتحت ونقلت جزءا من الثقافة الغذائية السورية إلى بيروت نجد هنا مثلا التين المجفف والمحشو بالجوز نرفع الكاميرا قليلا لنرى هذه الحلوة التي هي تسمى الملابن الحلبية الملبن الحلبي وهي صناعة مشهورة في المنطقة بدأها أرمن حلب مثلا قل ما كنا نرى في بيروت الصبار المجفف أو هذه المفاجأة هنا الباتنجان المجفف وهو حلوة يعني نحن في لبنان نعرف الباتنجان كضمن مونة المكدوس أو ضمن الأطعمة المالحة لكن لم نعهده كحلوة في مقاربتنا لأزمة النزوح السوري ضمن المشهدية ارتأينا هذه المرة أن نقارب هذه الأزمة أو أن نبدأ في هذه المقاربة من زاوية إيجابية تمت رأي يغيب عمدا أو عن غير عمد عن معظم الإعلام يقول بجانب اقتصادي جيد للنزوح السوري إلى لبنان عبر مشاركة فئة من هؤلاء النازحين السوريين في النشاط الاقتصادي اللبناني هذه المقاربة وهذه الحلوة لن تلغي أن النزوح أزمة لبنانية أساسية إلى جانب أزمات أخرى يعاني منها لبنان أزمة لها تشعبات سياسية واقتصادية كما قلنا لا يلغيها ولا تلغيها صورة الحلوة هذه التشعبات السياسية والاقتصادية سنتابعها وسنفصلها معكم من استوديو المشهدية بالأمس كان لدينا طعام اليوم لدينا حلوة مع محمد محسن زميلنا محمد وصل من شارع الحمرة في بيروت إلى الاستوديو أهلا بك محمد يعطيك العافي لنا كيف كانت الجولة؟ لا جيد ما لحقنا نحن نتحدث اليوم عن موضوع فعلا مهم جدا وهو جدل اشتعل منذ أن تشكلت الحكومة اللبنانية طبعا هو لم يهدأ ولكن لأن مسألة الحكومة هي مرحلة جديدة منذ أن تشكلت الحكومة اللبنانية كان هناك ناس مع عودة النازحين في داخل الحكومة نفسها وناس ضد هذه العودة كيف تمظهر هذا الجدل؟ واقعا لانا الموقف الرسمي اللبناني كما نرى هنا منذ تأليف الحكومة وفي بيانها الوزاري هو موقف رسمي يؤيد ويؤكد على ضرورة عودة النازحين الآمنة والطوعية إلى سوريا ورفض أي دمج أو توطين للنازحين في المجتمعات المضيفة إذن هذا هو الموقف الرسمي اللبناني وموقف الرئاسات الثلاثة اللبنانية لكن الجدل الذي تتحدثين عنه يرتبط فعليا بجزئية أساسية جدا هي جزئية التنسيق الرسمي مع سوريا هناك أطراف في لبنان تؤيد هذا التنسيق منها حزب الله التيار الوطني الحر وحركة أمل وهي قوى سياسية مهمة وهناك أيضا قوى سياسية مهمة تعارض هذا التنسيق وأبرزها تيار المستقبل البارز اليوم هو أن وزير الدولة لشؤون النازحين السوريين الذي ينتمي سياسيا إلى فريق سياسي يؤيد التنسيق مع سوريا زار سوريا في أول زيارة لوزير الدولة لشؤون النازحين السوريين خلافا للوزير السابق الذي كان ينتمي إلى تيار المستقبل وكانت أوسات سياسية تماما وكانت أوسات سياسية تصفه بأنه وزير ابقاء النازحين السوريين في لبنان هذا أولا ثانيا لانا ما قام به الوزير صالح الغريب استدعى منه اليوم زيارته إلى دمشق استدعت زيارة إلى القصر الجمهوري اللبناني وإلى القصر الحكومي التقى الرئيس ميشيل عون والرئيس سعد الحريري لإطلاعهما على أجواء الزيارة ونحن أيضا سنطلع الآن على أبرز ما قاله الوزير صالح الغريب في دمشق في دمشق نشحت لمسنا أكثر من تعاون جدي بهذا الموضوع وسررنا بنظرتهم لملف النزوح بشكل عام حيث يعتبرون أن عدم عودة اللاجئين هي مشروع لضرب انتصار الدولة السورية وهذا يكفينا وأبدأ كل تعاون وكل جدية في التعاون من أجل طيب صفحة هذا الملف محمد قلت أن وزير شؤون النازحين صالح الغريب الذي زار سوريا شاهدناها الآن زار الرئيس سعد الحريري أيضا كيف كانت أجواء اللقاء هل لديك معلومات أجواء اللقاء كانت إيجابية يعني أولا عبس المتوقع تماما دعيني أتحدث عن الصور الواردة من اللقاء هناك ابتسامات وتبادل ابتسامات بين الوزير ورئيس الحكومة وكانت الأجواء إيجابية والوزير قال أنه أطلع الرئيس الحريري على أجواء هذه الزيارة أوساط رئاسة الحكومة لم تبدأ أي اعتراض رسمي على هذه الزيارة لكن أيضا لم يكن هناك تكليف رسمي بهذه الزيارة تسوية معينة للبدء سيتم تسوية الموضوع على الطريقة اللبنانية لطبيعة الحال طيب الآن هناك أيضا مسألة مهمة تتعلق بالمبادرة الروسية كان ضيفنا قبل قليل ساعة السفير الروسي وهناك تأييد للمبادرة الروسية في البيانة الوزارية اللبنانية وهذا أمر أيضا إيجابي ولكن هنا بالحديث عن موقف الأطراف أو عن المسار الذي من الممكن أن يتخذ في المرحلة المقبلة المؤشرات الموجودة أولا نرى هنا كما قال السفير الروسي أليكساندر زاسبكين في تصريح سابق أن المبادرة الروسية مستمرة وكما قال لك قبل قليل هي مبادرة إجرائية وهي مبادرة إنسانية أكثر منها سياسية وأن دول الغرب لم تعد كما قال زاسبكين تربط بين عودة النازحين والحل السياسي هذا أيضا ما تمكن لبنان من تحصيره في القمة العربية الاقتصادية الأخيرة هذا أهم ما حصل في هذه القمة تماما وهو كان بارزا جدا على المستوى العربي لا يعني ذلك أن الأمور ستكون سهلة ولنكن متفائلين بأن الأمور ستكون سهلة ولكن هناك مسارات بدأ العمل عليها تتطلب كما يقول الجميع تنسيقا لبنانيا سوريا رسميا لأن هناك طرفين أساسيا الدولة اللبنانية والدولة السورية وأبرز هذه المسارات ما يقوم به الأمن العام اللبناني حيث في عام 2018 عاد أكثر من 11 ألف نازح سوري ولكن كل هذه الجهود تتطلب قرار رسمي لبناني وسوريا القرار السوري موجود كما سمعنا بالأمس ويبدو أن القرار الرسمي اللبناني على الطريق مسار حزب الله المسار الآخر حزب الله المسار الآخر هو حزب الله مسار حزب الله يشدد على ضرورة التنسيق مع سوريا ويعمل مع الدولة السورية لتقديم التسهيلات لعودة النازحين لسيما في الموضوع الأمني في موضوع تأجيل موضوع التجنيد وما إلى هناك سنستمع مسؤول ملف النازحين في حزب الله النائب السابق نوار الساحلي ماذا قال للميادين في هذا الصدق نشاهد عندما وضعنا على عطقنا هذا الملف كان بسبب تلك الدولة اللبنانية وللأسف الوزير السابق كان وزير إبقاء المنازحين في لبنان ولم يعمل أي جهد لمساعدة السوريين بالعودة إلى بلاده ما يقوم به اليوم الأمن العام مشكوراً هذا الأسف اللواء العزيز عباس إبراهيم هو أمر جيد وما نقوم به بالمساعدة أيضاً أمر جيد وبعض الأحزاب الحليفة ولكن إذا لم يكن هناك تنسيق بين الدولتين وبين الحكومتين للاتفاق على فتح الحدود على أني طبعاً ألا أفكر على صوته عالي إيجاد معابر ربما عشرات المعابر بيوم واحد أو بأسبوع أو بفترة زمنية أمن عام السوري من هنا عم العام لبناني من هنا عم بعطي أفكار إذا لم يكن هناك تنسيق بين الدولتين وبرعاية دولية إن يجب على المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة أن تعمل لعودة النازحين إلى سوريا ولا يسأل إبقائهم في لبنان إذن مسألة العودة أصبحت محسومة الآن كما نشاهد على الشاشة أرقام قديمة قليلاً أرقام رسمية في كنون الأول 2017 المهم الآن وضع النزوح كيف هو باختصار لنا الأرقام الموجودة لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تتحدث عن 950 ألف نازح سوري مسجل في لبنان 90% من هؤلاء النازحين بحسب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أكدوا رغبتهم بالعودة إلى سوريا وهي ستساعد في ذلك نساهد المفوضية نحن نعرف من استطلاعات الرأي التي أمنا فيها في لبنان أنه 90% من اللاجئين السوريين في لبنان قالوا أنه بدون يرجعوا على سوريا فأكيد نحن نحترم قرار اللاجئين نحن أبداً ما من عرقل عودة اللاجئين يعني في لاجئين بيشوفوا أنه في عوائق لما مثلا إلى خص باليمكن التجنيد بيعتلهم أنه إذا بدون يرجعوا على سوريا أنه يضطروا يحاربوا في لاجئين بيشوفوا أنه في مثلا أمور يمكن غير واضحة بالنسبة لممتلكاتهم يمكن عندهم بعض أسئلة يمكن منهم أكيدين أنه رح يقدروا يستردوا ممتلكاتهم وحتى في لاجئين مثلا منهم أكيدين أنه رح يقدروا يحصلوا أو يوصلوا للخدمات الأساسية أو حتى للخدمات الأنونية لما يرجعوا وأكيد نحن نحاول لقد ما فينا أنه نشتغل مع كل الأطراف المعنية لنزيل هذه العقبيات ليقدروا يرجعوا أعداد أكبر من اللاجئين إضاءة مهمة جدا على موضوع النازحين شكرا جزيلا لك زميلة محمد نهاية لانا أنا مبارح شفتك مبسطة كتير بموضوع فقرة العلاقة بالأكل ومثل ما بلشنا هاي الفقرة لا تحب التعامل أبدا بجانب إيجابي أنا حبت هكي يكون في مفاجأة أو جبت لكم ماي على السيديو من الإشاة السورية اللي عرضنا ظلمتك لك لا حبت أعملي كيها مفاجأة وين الحلو السوري؟ إنه الحلو السوري اللي ملاقين من لبنان يعني في كتير إشياء طيبة في كتير إستحلي يعني شكرا كتير ونصرنا نستحيح حيفكروا العالم أنه البرنامج للأكل شكرا كتير محمد ونشاهدين أنتوقف الآن مع فاصل قصير ونعود بعده لمتابعة المشهدية أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى المشهدية والآن نصل إلى المشهد الثقافي بالرغم من سنوات الحرب تحاول السينما السورية أن تجد موطئ قدم لها وقد نجح مخرجوها في فرض أنفسهم منافسين على الجوائز العربية والدولية في مواضيع تتناول الحرب والتهجير ومعاناة السوريين صورت السينما السورية وقع سنوات صعبة من عمر الوطن نشاهد أبرز الجوائز التي حازتها ليس جديدا على السينما السورية العريقة انتزاع الجوائز الدولية مهرجان قرطاج السينمائي الأخير قدر السينما السورية بأربع جوائز لفيلم مسافر الحرب لجود سعيد وهو مخرج شاب عامل في الميدان مع الذين مزقتهم الحرب محاولا لما الشملي بعمل فني متميز جائزة التمشيل الكبر لنجم الوطن العربي دوريد لحام من فيلم دمشق حلب سيداتي وسادتي أسعد الله أوقاتكم في مهرجان الإسكندرية الأخير أحرزت سوريا ستة جوائز متنوعة حيث كان فيلم دمشق حلب صاحب الحصة الأكبر من الجوائز وقبل عام حصلت المشاركة السورية في المهرجان نفسه على أربع جوائز منذ أشهر قليلة حصد المخرج السوري المهند كالثوم جائزة لجنة التحكيم الخاصة في المسابقة الرسمية للمهرجان السينمائي الدولي لحقوق المرأة بالدار البيضاء في المغرب عن فيلمه الروائي القصير على سطح دمشق في العام 2016 حصد الفيلم السوري كابست زر جائزة خاصة في مهرجان مزدة للأفلام القصيرة في ليبيا وفي العام نفسه حصد الفيلمان الروائيان السوريان القصيران توتر عالي وصمت الألوان سبع جوائز في الدورة الرابعة لمهرجان السماوة الكثير من الأعمال السورية حازت جوائز عالمية آخرها حصول المخرج السوري محمد عبد العزيز على جائزة أفضل فيلم في مهرجان سيفين هيلز بهونغاريا عن فيلمه الروائي الطويل حرائق وكذلك حصول المخرجة سؤدد كعدان على جائزة أسد المستقبل للأفلام في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي بإيطاليا عن فيلمها الروائي الطويل الذي أخرجته يوم أضعط ظلي ولم تكن السينما السورية في خارج سوريا بمنأة عن نيل الجوائز وإن كان بعضها قد تبنته قوان سياسية حاولت تشويه حقيقة الحرب في سوريا ونستقبل الآن ضيفنا في المشهد الثقافي المخرج السوري جود سعيد الذي حاز فيلمه مسافر الحرب على جوائز عديدة في مهرجان تونس أهلا بك أستاذ جود السؤال الذي يطرح نفسه في هذا الواقع خصوصا أن مسألة الحرب والأزمة لم تعد كما كانت يعني مبدئيا انتهت هل الحرب تعزز الإبداع أم بالعكس ربما تفقد الإبداع تفقدون الإبداع في هذه المراحل الصعبة مساء الخير أول شيء ومساء الخير لكل اللي يحضرون وشكر دائم لقناة الميادين اللي لم تتوقف عن الوقوف إلى جانب السينما السورية عموما وخصوصا السينما التي تنتج في داخل سوريا عموما عموما في الحروب ولنأخذ الأمثلة من السينماهات الكبرى أثناء الحروب وما بعد الحروب لا يتوقف صناع الأفلام وصناع الفن عموما عن تناول موضوعة الحرب ومن هنا تشاهدين أفلاما برؤى مختلفة بوجهات نظر مختلفة فلنأخذ المثال حتى اليوم يتم تناول الحرب العالمية التانية بأفلام كثيرة وكثيرة وكثيرة ولكن هي دوما من وجهة نظر خلينا نقول المنتصر يعني خليل الأفلام اللي بحثت في لب حياة الإنسان في ألمانيا عموما يعني في تلك اللحظة طبعا دون أن نكون ولا بأي شكل من الأشكال المدافعين عن الفاشية أو إلى آخره ولكن هو مجرد سؤال وكذلك الأمر فيما يتعلق بالشق الفيتنامي الحرب الأمريكية على الفيتنام هنا نجد محاولات من بعض المخرجين الأمريكيين في قراءة الحرب بشكل مغاير عما روشت له القيادة الأمريكية أنا ذاك وحتى اليوم هذا شيء دقودنا فيما يتعلق بالحرب بس أنت في أفلامك تعالج الحرب من وجهة نظر النظام والمعارضة كما كان التقسيم يعني خلال عز الأزمة أم من أي وجهة نظر أنا أعتقد هذا اللي كنت بدي إليك ياهن وهذا الشيء بيقودنا لموضوع الحرب على سوريا أم الحرب في سوريا كمان هذا سؤال بالنسبة لي أعتقد أنه من الحماقة لأي صانع فيلم إلا إذا كان يعني خلينا نقول مرتبط بأجندة معينة أن يقول رأي غيره نحن نصنع الأفلام أتكلم عن نفسي لأقول ما أحس وما أعتقد وكيف أحس هذا وأعتقده فبالتالي أنا صادق أنا ومجموعتي مجموعتي وأنا خلينا نقول في تناولنا للموضوعات كيف نحسها وكيف نعيشها طب والآخرين لهم الحق أيضا في أن يصوروا الواقع كما يرونه تماما لأن الأزمة كانت فيها انقسام عمودي كبير هذا بالنسبة للجانب الإبداعي بالنسبة للجانب الإنتاجي كيف كان الوضع يعني عندما ترى السينما تحصد جوائز لا أدري كيف إذا كانت الأموال تنفق بشكل كبير يعني لا أدري كم كان هذه الأفلام التي أنتجت هل أنفق عليها الكثير من الأموال أستاذ جود أم أن الوضع كان ربما الانفق كان جدا محتسب الحقيقة هو الأفلام السورية ربما هي الأقل تكلفة بين الأفلام في العالم العربي عموما طبعا المتصدي الأول لصناعة الفيلم في سوريا هو المؤسسة العامة للسينما اللي استطاعت أنها تبقى بسبب تقاليدها القديمة في صناعة الفيلم ويمكن نحن الأقل أجورا بين كل سينمائي وفني السينما في العالم العربي طبعا ما بدي هون نفصل يعني مثلا المسافر والحرب وتجربة شركة الأمير مشكورة التي تصدت لهذا الفيلم كان الظرف الإنتاج خليني أقول يعني أفضل بس عموما الأفلام التي تنتج في سوريا هي تنتج بمبالغ تكاد تكون زهيدة طبعا هذا سببه اقتصادي بسبب عدد موجود عدد كافي من الصلاة كي يقوم الفيلم برد ولو جزء من ميزانيته أما الأفلام التي أنتجت خارج سوريا فهي أنتجت ضمن الشرط العالمي لإنتاج الفيلم فبالتالي أتيح لها وضعها كان أفضل وضع إنتاجي أفضل بكثير من إذا أردت أن أسألك اليوم طبعا لا عفوا ما نعمل يعني بس هذا الواقع لا لا طبعا نحن نتحدث بالواقع والمشهد كما هو يعني إذا أردت أن أسألك اليوم بعد نهاية الحرب الفيلم المقبل سيكون أيضا عن الحرب رؤية مختلفة لما كانت عليه الحرب أم ربما ستصور الحياة في السوريا بطريقة مختلفة لا أدري أعتقد أن عموم السينمائيين عندما تنتهي هذه الحرب سواء تناولوا موضوعات راهنة أم موضوعات ما قبل هذه الحرب سيبقى سؤال الحرب شاغلا يشغلهم يعني بمعنى أنهم سيبنون شخصياتهم كيف وصلت إلى هذه الحرب أو ربما ما الذي أثرت عليهم أو أن في المجتمع تداعيات الحرب ستبقى حتى على الناس طبعا سواء اليوم إذا أنتجنا بالفيلم بالألفين وثلاثين عن الحياة اليومية فنحن نتناول جيل عاش هذه الحرب بل أكثر بنيت شخصيته في هذه الحرب شكرا جزيلا لك وبالتالي أعتقد أن موضوعات الحرب لن تغادرنا أنا بس كان في نقطة بدي عقب عليها فيما يتعلق بعموما تفضل بالجوائز يعني نحن فينا نلاحظ أن الأفلام السورية ما قبل الحرب كانت تعرض في أوروبا وتعرض حتى في أمريكا والعديد منها نال جوائز في الغرب ما الذي اختلف السينمائيون هم ذاته هم السوية ربما حتى تحسنت الذي اختلف كلنا نعرفه هو الشق السياسي وما حصل في السياسة انسحب على الفن والدراما والمسلسل وفي شق آخر أيضا يعني طبعا هذا كلام عموما للسينمائيين كلهم يجب أن نميز بين بنهاية جوائز تعطي لصانع الفيلم دفعا معنويا إلى الأمام فيما يتعلق بمهنته فيجب أن نميز دوما بين هناك مهرجانات خليني أقول لا قيمة سينمائية لها فيجب أن لا نقذب على أنفسنا وأن نكون واقعيين وحقيقيين فيما نحصد شكرا جزيلا لك أستاذ جود سعيد شكرا إليك مخرج أفلام عدة ولكن نحن نتحدث كنا عن مسافر الحرب بما أنه اخذ جوائز عديدة في المهرجانات شكرا جزيلا لك والمشهد الثقافي انتهى الآن مشاهدي إذن بعد الثقافة ننتقل إلى خبر خضى عالم الموضة والأزياء اليوم فمنذ الصباح أشهر مصممي الأزياء في دار شانال المخرج الإبداعي لدار شانال وفاندي كارل لاغرفيلد توفي عن 85 عاما عالم الموضة ودع لاغرفيلد الذي توفي بعد تعرضه لوعكة صحية ظل يعاني منها خلال الأسابيع الماضية لاغرفيلد بدأ حياته كمصمم أزياء ومصور فوتوغرافي طبعا هنا نرى بعض التغريدات للنجمات اللواتي كانوا يعني يكتبون بحزن عن لاغرفيلد المميزات لاغرفيلد أنه كان أيضا مصمم أزياء ولكن أيضا كما ذكرت هو فوتوغراف إلى جانب علاماته الخاصة من الأزياء والأكسسوارات التي يمتلكها وأصبح أسلوبه الشخصي طابعا مميزا له بثيابه باللون الأسود دائما يرتدي البدل السوداء وسرعان منتقل التصاميمه إلى متاجر التجزئة الأمر الذي أعطاه تأثيرا كبيرا وغير مسبوق على صناعة الأزياء بأكملها إذن هذا بالنسبة للخبر اليوم كارل لاغرفيلد الذي يودعه العالم ويودع إبداعه الفني في عالم الموضة الآن نذهب إلى الفقرة الأخيرة من المشهدية وهي المشهد أونلاين أنا متحمسة جدا لهذا الموضوع لأنه فعلا كل مرة نسمع إشاعة مختلفة ولا نعلم إذا ما كان هذا الخبر صحيحا أو لا فيسبوك كما أصبحت هذا واقعا ليس موقعا فقط للتواصل إنما شركة عملاقة تفرض نمطها على باقي وسائل التواصل فبعد شراء فيسبوك لإنستغرام وواتساب يبدو أن مارك زوكربرغ يتجه نحو خطة تدمج التطبيقات الثلاثة كيف ذلك لا نعلم سنتعرف على هذه الطريقة مع سيدة بهية حلاوي وهي متخصصة في الأمور الرقمية ولا أعلم كيف سأقدمك بهية ولكن أنا أعلم أن شيئا واحدا أنا ستشرحين لنا الآن ما الذي يحتفظ تفضلي هل فعلا أول أول فكرة تخطر على بالنا أن واتساب سيتبخر صحيح؟ بالطبع لواتساب موجود فيسبوك موجود وإنستغرام رح يبقى موجود إنما كأركيتكتشر أو كتقنية لتجميع المعلومات أو رح تكون عملية دمج للداتا بيس اللي بتجمع قاعدات البيانات والبيانات اللي تابعة لهذه الواقع هل بدك ترجمع من الإنجلس العربي بالفعل رح تضل كل أبليكيشن هي أبليكيشن كيف يتم ذلك تجميع قاعدات البيانات كيف ذلك؟ تمام هي بعد ما فيسبوك شترت إنستغرام وشترت واتساب واتساب قبل إنستغرام دلت كل الأبليكيشن عم تشتغل لوحدة إنما لأن هن بينتموا أو بيعود يعني مرجعون إلى فاميلي وحدة بيهمون أنهم يستفيدوا من المعلومات اللي موجودة على كل أبليكيشن واللي هي هيد الأسد أو الإيمي الحقيقية من عملية الشراء كلها يعني يعني يريدون أن يخترقوا خصوصية واتساب يعني الآن معلوماتنا على واتساب ستصبح معرضة للبيع والشراء كما رأينا في المرحلة الماضية خاصة عندما حكم زوكربرغ أو تمت مساءلته إذا منرجع لواتساب منذ تأسيسه يعني عام 2009 كان فيه ميزتين بواتساب والميز الأولى هي أنه واتساب بير تو بير أو هو وسيلة للمراسلة بين الأشخاص يعني الأفراد وهذا الشيء كان بينعكس من أنه هو أبليكيشن مجانية والعنصر الثاني هو الانكريبتد ميسججز أو الرسائل المشفرة اللي بتحمي المحتوى طبع الرسائل وبتمنع الأشخاص أنهم يقدروا يخترقوا هذا المحتوى أو يخترقوا خصوصية الآخرين بعد ما فيسبوك اشترى واتساب المؤسسين طبعا واتساب دلهم عم بيشتغلوا مع فيسبوك لحد 2014 و2016 واحد وردتان يبلشوا يفلوا لأن قالوا أنه مارك زاكر بيرك وفيسبوك ما عم بيلتزموا بهذه الخاصيتان شيء اللي نحن منقدر نترجمه ورأينا مقالات كثيرة هناك حالة أحباط من قبل هؤلاء يكتبون عنها في الصحافة بالضبط هذا الشيء نحن شفناه بعمليتين العملية الأولى هي واتساب فور بزنس اللي هو صار عم بيشرج مصاري للعالم خاصة للشركات الضخمة اللي بتجرب تسوي لمنتجاتها أو تسوي لخدماتها من خلال واتساب فبطل هو خدمة مجانية والعنصر التاني أنه سمعنا بأكتر من تسريب أو أكتر من مقالة تقنية أنه قدروا يستفيدوا من الداتا طبع المسجز وقدروا أنه يختروا خصوصية الأشخاص نحن نشاهد الـ لتطبيقات فيسبوك على رأس المشاركين أو المشتركين فيسبوك في المرتبة الأولى بعده يوتيوب ولا أدري اختفت اختفت المعلومات لن نستطيع نستطيع أن نشاهد أنه فيسبوك بعده مسيطر عمليا على الساحة من ناحية مواقع التواصل الاجتماعي وهو الأكتر استخداما بكل دول العالم أنا لا أحب فيسبوك بالمناسبة أخذي فيسبوك أنا أفضل تويتر بطر أني استعمله بس تويتر هو الأكتر للأشياء الـ الـ فيسبوك يوتيوب واتساب فيسبوك ميسنجر نشاهد أرقام أخرى لأنها مفيدة لأدري لأنا لدي أرقام هنا لمستخدمي واتساب مقابل تطبيقات أخرى واتساب نمبر ون في المرتبة الأولى من بعده في فيسبوك ميسنجر وبعده ويتشات أي تطبيق هو الأفضل للحفاظ على الخصوصية برأيك من ناحية الخصوصية عم نحكي واتساب وفيسبوك ميسنجر هن بيعودون لنفس العائلة يعني أنا لا أؤمن بالخصوصية فعليا بهذا المجال كل شيء من عائلة زوكربورغ بالطبع وإنما منشوف أنه ويتشات عم بيخترق اللائحة أيضا وهذا بيفرجي أنه كيف الصين والناس بمناطق محددة من آسيا عم بيجربوا يستخدموا وسيلة بديلة ويتشات عنده عدد كتير كبير من المستخدمين خاصة بالصين كمان نشوف أنه الأرقام كتير متفاوطة يعني المواقع التانية كتير متأخرة عن فيسبوك هذه الأرقام لا تبشر بأن المستقبل سيكون لصالح التطبيقات الأخرى رغم اختراق الخصوصية ما هو مستقبل كل هذه التجارب التي تجريها فيسبوك التقارير بهذا الإطار بتحكي عن الخدمات التي يجربوا فيسبوك يقدموها من خلال دمجهم لفيسبوك وإنستغرام وواتس أب بالمستقبل رح يكون شخص بيستخدم واتس أب قادر يبعث ميسج لحدا على فيسبوك وبطريقة مشفرة أو بتحافظ على الخصوصية كما هن يدعون وإنما نحن لا نؤمن بهذا الشي بنفس الوقت كمان عم بيعملوا خدمات إضافية للناس اللي هن بالبزنس أو السمول ميديوم انتربرايز اللي هن شركات متوسطة الحجم وعم بتجرب أنه تطلع على الاندستري وتعمل تارجيتنج يعني متجرب تتوجه للجمهور اللي إلا بتستهدفوا بطريقة كتير محددة شكرا جزيلا دكتور بهيح شكرا جزيلا لأنا وقالت مبروك على البروغرام شكرا جزيلا لك بدأي موفا ودائما نحن سنعتمد عليك في تفسير ماذا يحدث على السوشيال ميديا مشاهدين إلى هنا تكون مشاهدية قد اكتملت لهذه الليلة غدا عند الساعة السابعة نعود لنلتقي من الآن إلى الغد اكتبوا لنا على مواقع التواصل واكتبوا لنا كل ما تريدونه رأيكم بالحلقات أعجبتكم لم تعجبكم اقتراحات ربما أيضا ونلتقي بكم غدا إلى اللقاء موسيقى